أسأل الله أن يجري على لساني أسأل الله أن يوفقني لإلقاء هذه المحاضرة خالصة لوجه الكريم وأيضاً أسأل الله أن يجري على لساني ما هو مفيد لكم أيها الطلاب الكرام هذا العنوان أعني دراسة آراء العلماء حول تأويل القرآن الكريم من الأبحاث الهامة في مجالات متعددة ومختلفة لأن هذا البحث بحث ذو شجون في علم الكلام هناك بحث عن التأويل في العرفان والتصوف أيضاً بحث عن التأويل وفي علم الأصول بحث عن التأويل وفي علم التفسير وعلوم القرآن بحث عن التأويل كما تشاهدون وترون أن هذا العنوان وهذا البحث ذو شجون وفي هذه العجالة أريد أن ألقي نظرة عابرة وسريعة إلى هذا البحث معنى التأويل تأويل القرآن الكريم طبعاً هذا أرض فقط أسعى أن أقدم عرضاً شاملاً لهذا البحث ولهذا العلوان ولهذا الموضوع ولكن دراسة نقدية تتطلب مجالاً واسعاً وفرصة أخرى إن شاء الله لو سنحت لي فرصة إن شاء الله أكون بخدمتكم وأقدم بحثاً هولا دراسة هذه الآراء في هذه المحاضرة إن شاء الله أقدم لكم عرضاً للآراء أستطيع أن أقول بشكل عام التأويل كما أشرت في البداية مبحوث عن هذا البحث التأويل في علم الأصول، علم الكلام، علم العرفان والتصوف وأيضاً في التفسير بشكل عام بشكل عام يمكن أن نقول بأن لهذه المفرداء عدة معانين المأن الأول التأويل يرادف التفسير أنا أذكر أنا أذكر عناوين الآراء ثم أدخل في التفصيل عن هذه الآراء التأويل يرادف التفسير هذا المعنى كان شائعاً عند القدماء من المفسرين مثل الطبري في تفسيره حتى هو يسمي تفسيره أقرأ نأس كلامه اسم التفسير للطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن دقيقوا في هذا العنوان جامع البيان عن تأويل آية القرآن وحينما هذا هو عنوان التفسير حينما ندخل نفتح التفسير وندرس التفسير نجد أنه يقول القول في تأويل قولي كذا أو يقول اختلف أهل التأويل في هذه الآية نجد أن هذا الذي يذكره ويقدم لنا عن الآية ليس إلا تفسيراً يعني هذا هو التفسير ولكن يعبره عن التفسير بالتأويل نعم فإذن هذا هو المعنى الأول هذا كان شائعاً عند القدماء التفسير عفاً التأويل مرادف للتفسير كما أشار ابن تيمية إلى هذا كما أشار السيد طباطباء في تفسيره إلى هذا المعنى قال عند القدماء كانت تأويل مرادفاً للتفسير وأما المعنى الثاني للتأويل هو المعنى المخالف لظاهر الآية الكريمة المعنى المخالف لظاهر الآية الكريمة هذا المعنى الثاني هذا شائع عند الأصوليين وعند المتكلمين يعني الأصوليون حينما يقولون التأويل مقصودهم ومرادهم المعنى المخالف للآية المعنى المخالف لظاهر الآية الكريمة أرجع إن شاء الله أذكر لكم نماذج فإذن هذا هو المعنى الثاني للتأويل المعنى الثالث للتأويل المعنى الباطني للآية الكريمة المعنى الباطني للآية الكريمة هذا عنوان هذا عنوان عام ولكن القائلون به مختلفون المعنى الباطني للآية هذا معنى عام هناك من يقصده شيئاً وشخص آخر أو فرقة أخرى تقصده شيئاً آخر من المعنى الباطني يمكن أن نقسم هؤلاء يعني هؤلاء الذين يعتقدون بأن التأويل هو المعنى الباطني للآية يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام بعض المفسرين يقولون المراد من التأويل المعنى الباطني للآية مثل أيت الله معرفة رضوان الله تعالى عليه إن شاء الله أركز على رأيه وأذكر نماذج متعددة وأقول ما المقصود من الباطني للآية عند أيت الله معرفة في كتابه التأويل في مختلف المظاهب والآراء لأيت الله معرفة كتابه تحت عنوان التأويل في مختلف المظاهب والآراء أيضاً له كتاب آخر التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب هذا كتاب آخر أيت الله معرفة رضوان الله تعالى عليه هو كان أستاذاً لنا رحمه الله فإذاً هو يتطرق إلى هذا المعنى من التأويل إن شاء الله نركز على هذا ونقف عند رأيه ونتحدث عن هذا الرأي أكثر إن شاء الله فإذاً الذين يقولون المراد من التأويل المعنى الباطني للآياء قسم منهم يقولون المعنى الآم المستخدم مثل أيت الله معرفة وقسم من هؤلاء أو فرقة من هؤلاء العرفاء العرفاء يقولون المراد من التأويل المراد من التأويل المعنى الباطني للآية وأيضا هناك فرقة أخرى تسمى باطنية مثل الفرقة الإسماعيلية هؤلاء أيضا يقولون بأن المقصود من التأويل المعنى الباطني للآيات فإذا الذين يقولون بأن المقصود من التأويل هو المعنى الباطني هؤلاء على ثلاثة أقسام قسم منهم يعني من المفسرين يقولون شيئا يعني يقصدون المعنى الباطني شيئا وبعضهم من العرفاء يقصدون معنى الباطني للآية بقسم منهم الباطنية أو الإسماعيلية هذا هو المعنى الثالث للتأويل هذا هو المعنى الثالث للتأويل يعني المعنى الباطني للآية وأما المعنى الرابع والأخير للتأويل للتأويل المقصود من التأويل الحقائق الخارجية للآيات الحقائق الخارجية للآيات من يقول بهذا الكلام من هو القائل لهذا الرأي يمكن أن أذكر شخصين ابن تيمية والعلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان نعم فإذن فإذن نظرة سريعة إلى هذه المعانى الأربعة المعنى الأول التأويل مرادف للتفسير هذا عند القدما المعنى الثاني للتأويل هو المعنى المخالف المعنى المخالف لظاهر الآية هذا عند الأصوليين والمتكلمين المعنى الثالث للتأويل هو المعنى الباطني للآية وقلت هؤلاء على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة فرق المفسرين العرفة الباطنية هذا هو المعنى الثالث المعنى الرابع المقصود من التأويل الحقائق الخارجية الحقائق الخارجية من يقول هذا القول ومن يعتقد بهذا المعنى ابن تيمية والعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه طبعا هناك بين هذين الرأيين بون بعيد أفضح لكم إن شاء الله نعم هذا هو المقصود من التأويل فقط أشير إلى بعض هذه المصادق بالنسبة إلى المعنى المخالف للظاهر لظاهر الآية الكريمة قلت الأصوليون والمتكلمون يعتقدون بهذا الرأي مثلا المتكلمون أقصد المعتزلة والشيعة هؤلاء يقولون أريد أن أذكر نماذج من هذه الآراء المعتزلة والشيعة يقولون هناك آيات ظاهرها مخالف للعقل لا نستطيع نتمسك ونستند إلى ظاهر الآيات مثل الآيات التي متعلقة بالصفات الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نعتمد على ظاهر هذه الآيات عندما نواجه آية تدل على أن لله سبحانه وتعالى وجها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإقرام وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة هذه الآية لا يمكن أن نتمسك بأن أهل الجنة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى أو أن لله يد أن لله يدا يد الله فوق أيديهم أو هذه الآية الكريمة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أو هناك آية تقول خلقتك بيدي فإذن هؤلاء يعني هؤلاء المتكلمون من الشيعة والمعتزلة يقولون على عساس القواعد البراهين الأقلية لا نستطيع أن نعتمد على ظواهر هذه الآيات لابد من تأويلها لابد من تأويلها يعني نقدم معنى يناسب ويلائم البراهين الأقلية كيف يمكن أن نقول لله سبحانه وتعالى وجه وله يد هذا هذا الكلام يؤدي إلى جسمانية الله سبحانه وتعالى هذا خلاف البراهين الأقلية هناك آيات متعددة ليس كمثله شيء لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار فإذا على أساس هذه الآيات المحكمات لن يمكن نتمسك بالظاهر الآية التي تدل على أن لله سبحانه وتعالى وجها وجها ويدا لابد من تأويلها فإذا هذا في الحقيقة منهج المتكلمين في مواجهتهم لآيات الصفات الله سبحانه وتعالى فإذا يقولون لابد أن نؤول نؤول هذه الآيات تأويلا يتناسب ويتلاءم مع البراهل الأقلية مع آيات أخرى محكمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى غير جسمانيا غير ماديا نعم هذا هو المعنى للتأويل عند المتكلمين لا أقف أكثر من هذا نأتي إلى المعنى الثالث نأتي إلى إلى المعنى الثالث للتأويل وهو المعنى الباطني للآيات قلت من يقول هذا القول قلت المفسرون أذكر كنموذج وممثل المفسرين آيات الله معرفة أركز على رأيه إن شاء الله وأذكر نماذج وهناك العرفاء يقولون أن يقولون إن المراد من التأويل هو المعنى الباطني للآيات وأذن الباطنية نعم هذه الثلاث فرق طبعا ليس هناك مجال لأن نتطرق إلى آراء العرفاء والباطنية بالتفصيل إشارة فقط إلى الرأي أو آلاء العرفاء تعرفون أن العرفاء طبعا للتأويل عند أرباب القلوب الواعية عن العرفاء هؤلاء في الحقيقة رأيهم يختلف كلامهم يختلف عن تأويل الباطنية غير المبتنية على أساس أساس المعقول إن أهل التهقيق يعني من أصحاب العرفان يقرون في الحقيقة تفسير أهل الشريعة في الأخذ بظاهر القرآن يأخذون بظاهر القرآن أيضا ويرونه الأصل في تنزيله إلا أن لهم في كلام الله سبحانه وتعالى مذاقات عرفانية رقيقة لا يمكنهم إعفاؤها لأنها بمثابة واردات أو هوات هي صوانح ملكوتية قدسية تفاض على القلوب الواعية نعم هناك أذكر لكم كلاما عن التفتازاني سعد الدين التفتازاني من علماء السنة يقول وَأَمَّا مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ النُّصُوسَ مَصُرُوفَةٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَمَعَ ذَلِكَ فِيهَا إِشَارَاتٌ خَفِيَّةٌ إِلَى دَقَائِقْ تَنْكَشِفُ عَلَى أَرْبَابِ السُّلُوكِ يُمْكِنُ التَّطْبِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظَّظَاهِرِ الْمُرَادَةِ فَهُوَ بِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَمَحْضِ الْعِرْفَانِ أيضا وَارِدَاتُ الْقُلُوبِ يُمْكِنْ تَفْسِيرُهَا بِظَاهِرَةِ تَدَاعِ الْمَعَانِي ما المقصود من تداعِ الْمَعَانِي؟ المقصود من تداعِ الْمَعَانِي يُذْكَرُ بِالشَّيْءِ يعني شيء يذكر الإنسان شيئا آخر فَقَدْ يَنْسَبِقُ إِلَى أَذْهَانِ أَسْحَابِ الْمَعَانِي لطائف أفكار وضرائف أنظار وَلَا مَنْ شَأَ لَهَا سِوَى تِلَاوَةَ آيَاتِ قَرَعَتْ أَسْمَاعَهُمْ وَإِذَا بِدَقَائِقَ هِيَا رَقَائِقُ الْفِكْرِ سَنَحَتْ لَهُمْ بِالْمُنَاسَبَةِ مثلاً أنا أذكر نموذة مثلاً حينما يستمع العارث السالك إلى قوله تعالى خطاباً مع موسى بهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً لَيَّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى سورة طاها الآية الثالثة والأربعين ينسبق إلى ذهنه بادرة ضرورة تهذيب النفس وإرعوائها عن الطغيان والعسيان قبل كل شيء فكانه العارف يخاطب نفسه ما بالك أنت منشغلاً عن فرعنة نفسك الطاغية فاذهب إليها واجمع جموعك في تهذيبها وترضيضها ولاطف معها بلين لعلها تتعذ وترعوي وترضخ لإشارات لإشارات الأقل الحكيم فهذا في الحقيقة لم يفسر القرآن هذا من واردات القلوب هذا من باب تداعي المعاني يعني هينما يواجه هذه الآيات ينسبق إلى ذهنه هذه المعاني الباطنية هذه الواردات القلبية فإذا لم يفصل القرآن ولا جعل فرعون مراداً به النفس الأمار بالسوء ولا موسى ولا هاروم كل إنسان لبيب حكيم بل خطر إلى ذهنه هذا المعنى متعذاً ومتذكراً من فحو الآية بالمناسبة طبعاً هذا المعنى الباطني أنا ذكرت نموذجاً مثالاً لهذه لهذه الفرقة يعني الأورفا لابد أن أشير هناك في الحقيقة تأويلات يمكن أن نسميها تخرصات يعني هناك من العرفاء يتكلمون يتحدثون بأشياء لا يمكنوا الالتزام بها ولا يمكنوا قبولها فإذن هنا ما نقول العرفاء العرفاء الذين يقدمون تأويلاً صحيحاً يتناسب مع ظاهر الآية يتناسب مع الأدلة العقلية أو آيات أخرى أو روايات قطعية سنة قطعية يعني المعنى الباطن للآية لا تخالف هذه الأمور والقواعد اللغوية والأدبية العربية تساعدها ولا تخالفها ولكن هناك بعض التأويلات نسميها تخرصات تخرصات ولا يمكن قبولها لأنها لا تبتني على أسس متينة وصحيحة نعم أنا أذكر نموذجاً من هذه التخرصات بين القوسين في الحقيقة لأني أردت أن أذكر المعنى الصحيح للتأويل عند العرفاء ولكن قلت هناك من العرفاء يتحدثون يتكلمون ويؤولون الآيات خلاف الآيات الأخرى أو البراهين الأقلية القواعد النحوية والصرفية واللغوية وهكذا هناك أذكر لكم نموذج من هذه التخرصات نعم دقيقوا في هذه مثلاً هناك من ذلك يمكن نذكر تأويلات ارتكبها محي الدين ابن عربي من الكتب الفتوحات لابن عربي عدة كتب الفتوحات المكية فصوص الحكام كتاب آخر له وأيضاً التفسير هو يقدم تأويلات للآيات في هذه الكتب ولكن هذه لا تعتمد يعني هذه التأويلات لا تعتمد على أساس سوى تخرصات نعم أنا أذكر فقط نموذجاً واحداً لأن هناك بقية بحوث بقية بحوث لابد أن أتطرق إليها في هذه العجالة نعم يقول في الفتوحات المكية لابن محيد ابن عربي ذيل قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنوا خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أظيم سورة البقرة آية من السادسة إلى السابعة إجازة البيان فيه يا محمد انظروا هذا كلام ابن محيدين ابن عربي يا محمد إن الذين كفروا دقوا لجان في هذا الكلام إن الذين كفروا ستروا محبتهم في يا عنهم ستروا محبتهم في يا عنهم سواء عليهم أأنذرتهم بفعيدك الذي أرسلتك به أم لم تنظرهم لا يؤمنوا يعني لا يؤمنون بكلامك فإنهم لا يعقلون غيري يا صف الكفار هكذا لا يؤمنون بكلامك فإنهم لا يعقلون غيري وأنت تنظرهم بخلقي وهم ما أقلوه ولا شاهدوه وكيف يؤمنون بك فقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعا لغيري وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاما في العالم إلا مني فلا يبصرون سواء ولهم عذاب أردهم بعد هذا المشهد السني إلى إنذارك وأحجبهم عني كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى قربا أنزلتك إلى من يكذبك ويرد ما جئت به إليه مني في وجهك وتسمع في ما يضيق له صدره فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك فهكذا أمنائي على خلقي الذين أخفيتهم رضاي عنهم فلا أسقط عليهم أبدا انظروا يعني الله سبحانه وتعالى يصف الكفار حسب هذا التأويل هذا المعنى الباطن للآية عند ابن محيد ابن عربي يصف الكفار يصفهم بصفات جميلة وهو حمل المعنى الكفر بمعنى اللغوي لهذه المفردة انظروا هذا كلام لا نستي أن نقبله يعني هذا هذه ليست تأويلات صحيحة بل هي تخرصات فإذن ليس كل معنى باطني يسمى تأويلا بل في النستي أن نقول هي تخرصات على كل حال هذا المعنى الباطن لإن العرفاء قلت العرفاء منهم تأويلاتهم صحيحة في الحقيقة نوع من تداع المعاني يمكن نعتمد عليها وهي تأويلات صحيحة ولكن من العرفاء هم يقدمون تأويلات للآيات لا نسميها تأويلات في الحقيقة بل هي تخرصات ولا تتلاءم مع صائر الآيات والأدل وهناك باطنية فرقة اسماعيلية هم يخالفون هم يخالفون ظاهر الآيات ولديهم المعاني الباطنية للآيات يطبقون الآيات على أشخاص يمكن أن أذكر لكم يعني هناك تستطيعون تراجع نعم مع الأسف الشديد يمكن أن تراجع كتاب نعم عيات الله معرفة يذكرون أن من الباطن مثلا يقولون ورث سليمان داود أنه الإمام ورث النبي علمه قالوا ومعنى الغسل في الآيات تجديد العهد على من فعل ظالم ومعنى الطهور في الآيات هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام المقصود من الإمام إمامهم والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام الصيام المقصود من الصيام الإمساك عن كشف السر والكعبة النبي والباب علي والصفا هو النبي والعربة الوسخة والعربة علي والتلبية إجابة الداعي والطواف سبعان هو الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة السبعة عنده ونار إبراهيم هو غضب نمرود للنار الحقيقية هكذا أو ذبح إسماعيل إسماعيل هو أخذ العهد عليه وعسى موسى حجته التي تلقفت شبه السحراء وانفلاق البحر افتلاق علم موسى فيهم هكذا هذه تأويلات للآيات وإسماعيلية طبعا هذه الفرقة معروفة الشعاء الإسماعيلية وأولاء الوقفية وقفوا على إسماعيل بن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام فإذن هؤلاء يعتقدون بالمعنى الباطني للآيات ويقولون هذه تأويل للآيات وهذا مرفوض في الحقيقة قلت نحن لسنا بسدد دراسة ونقد لسنا بسدد نقد آراء هؤلاء هذا هذا يتطلب فرصة أخرى إن شاء الله نعم نرجع إلى كلام وعدتكم أن أشير إلى معنى الباطني للآيات عند المفسرين أذكر نموذجا من هؤلاء المفسرين وممثلا للمفسرين وهو رأيه آية الله معرفة هو يقول المقصود دقه رجاء هو يقول المقصود من التأويل المقصود من التأويل المفهوم العام للآية المفهوم العام للآية أنا أقرأ نست كلامه وبعد ذلك أفصل هذا الكلام يقول المقصود به تبيين المفهوم العام الذي انطود عليه الآية في مدلولها الشامل والذي يبدو خاصا حسب ظاهر التنزيل فإذن فإن غالبية الآيات النازلة حسب المناسبات المؤاتية والمستدعية لنزول آية أو آيات تبدو بحسب ظاهرها ظاهرها الأولي خاصة بموارد نزولها لا تتعداها ظاهريا وهذا في الحقيقة يجعل من رسالة القرآن أقيمة على مدى الأيام غير أن النبي صلى الله وآله وآله تدارك هذا الجانب القطير وأكد على ضرورة استخلاص الآية من ملابساتها دقائق رجاء لتصبح ذات رسالة عامة وشاملة لجميع الأقوام والعصار هو يستند إلى بعض الروايات أنا إن شاء الله أشرح لكم أكثر يقول يعني يتمسك بالحديث قال النبي صلى الله وسلم إن للقرآن ظهرا وبطنا وقد سئل الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام عن تفسير هذا الحديث فقال ظهره تنزيله وبطنه تأويله منهما قد مضى ومنهما لم يكن يجري كما تجري الشمس والقمر وأضاف عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر أضاف لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم مات الآية لما ما بقي من القرآن شيء ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر يقول وعليه فإن للقرآن ظهرا حسب التنزيل وبطنا حسب التأويل وإنما عبر عنه بالبطن لأن هذا المعنى العام قد استبطنته الآية واستخلصت من طيها استخلاصا وذلك بإعفاء جوانب الآية الخاصة وملابساتها التي كانت تجعل من الآية خاصة بمورد نزولها لكنها لم تكن ذات مدخلية في هذه الآية العام نعم ذات مدخلية في هدف الآية العام فبهذا الإعفاء وذلك الاستخلاص يبدو وجه الآية العام وهو يقول إلى هذا المعنى لأنه يشير الحديث الوارد نزل القرآن بإياك عاني واسمعي يا جارة يعني أن الخطابة وإن كان ظاهرة بظاهرها خاصة ولكنه في واقع عام يشمل الحاضرين والغائبين على حد سواء هذا ذكرت كلامه ومستنداته لهذا القول قوة يقول يعني آية الله معرفة كممثل المفسرين الذين يأتقدون بهذا الرأي للتأويل يقولون المقصود من التأويل هو بطن الآية كيف نحصل على بطن الآية يقول المعنى العام الذي نستخرجه ونستخلصه ونستنبطه من الآية الكريمة كيف يعني في الحقيقة كيف يعني عملية هذا الاستقلاص والاستنباط كيف تكون يقول نحن نحضف الملابسات للآية الكريمة التي ليست لها دخل في صلب الآية في صلب المعنى أو القصد الرئيس في الآية لأن لكل آية هناك ملابسات هناك ملابسات المفسر والمؤول لابد أن يحظف يحظف تلك الملابسات التي لا دخل لها لا دخل لها في المعنى الأساسي للآية نعم أنا أذكر مثالا لهذا نعم دققوا رجاء هو يذكر مثالا ثم يشرح هناك آية في سورة الناحل الآية الثالثة والأربعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا كمثال نأخذ مثالا لهذا المعنى للتأويل عنده أيضا معرفة ومن شابه رأيه رأي أولا المفسرين أولا أولا كالمفسرين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا هذه الآية الكريمة كما قلت في سورة النحل الآية الثالثة والأربعين هذا الآية نزلت بشأن المشركين حيث تشكيكهم في موضع الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصح أن يكون بشرا؟ هذا في الحقيقة نزلت في المشركين طبعا فالآية بمفادها الظاهري حسب تنزيلها نزلت بشأن إذا حتى علة المشركين بالذات لكنها بفحواها العام المطوي تعم كل جاهل بأصول الديانة أو فروع أحكامها هذا كأنه مختص بالمشركين الذين كانوا جاهلين بموضع النبي الأكرم ولكن هذه الآية لا تخصوا أو لا تختصوا بهؤلاء المشركين لها معنى عام وفهوا عام هذا في الحقيقة هذا الآية بالحاضر هذا المعنى العام تعم كل جاهل بأصول الديانة أو فروع أحكامها فعليه يعني على الجاهل أن يراجع العلماء في ذلك وهذه هي الرسالة الآية الخالدة يعني هذه الرسالة هذه الآية الكريمة هدفها تبليغ هذه الرسالة ما هي الرسالة؟ على كل جاهل أن يراجع العلماء هذا هو المعنى العام المستنبط والمستخلص من الآية الكريمة فإذن ومن ثم فهي مستند أقلاني وحياني يحتج بها الأكابر في كافة الأسقار والأعصار على ضرورة رجوع العام إلى ذب الإختصاص في كافة العلوم والمعارض خب نقف وقفا في هذا الاستنباط وفي هذا الاستخلاص كيف نحصل على المعنى العام وكيف نستخلص هذا المعنى العام دقوا رجاء لابد أن نلحظ مقارنات الآية وملابساتها حسب التنزيل كما يسمى السبب النزول أو أسباب النزول يعني فالحقيقة المقصود من أسباب النزول درستم الشرائط الزمنية استدعت التي استدعت نزول الآية هذا هو سبب النزول نعم فما كان له دخل في صلب رسالتها أبقيناه وما كان على الحاشية مما لا دخل له في صميم الهدف أعفيناه هذا كلام للآية الله معرفة يبين لنا كيف نستخلص ونستنبت ذلك المعنى العام يمكن تطبيقها على كل شخص جاهل خلال العصور والأعوام من البداية إلى نهاية العالم يعني يمكن تطبيق هذا المعنى العام وهذا المعنى العام للآية يجعل القرآن حيا إلى آخر إلى يوم القيامة كما أشار الإمام الباقر في تلك الرواية يجري كما تجري الشمس والقمر والآية والآيات أو القرآن ما نزل القرآن لقوم دون قوم لزمان دون زمان بل هو لكل قوم ولكل زمان هذه القابلية والاستعداد للآيات يجعل القرآن حيا إلى يوم القيام نعم أي تقول الله ما عرفه يقول فما كان له دخل في صلب رسالتها أبغيناه وما كان على الحاشية مما لا دخل له في صميم الهدف أعفيناه وذلك على طريقة السبر والتقسيم المنطقي مثلا في آية آية السؤال من أهل الذكر يعني الآية التي قلته فاسألوا أهل الذكر في آية السؤال من أهل الذكر نلحظ أنها نزلت بشأن المشركين لمكان جهالتهم بأصول النبوات لكن المشركين يهلهم بالموضوع بالنبوات ليس للمشركين دخل في الآية وكذلك لم يكن لخصوص مسألة إمكان النبوة نبوة بشر مدخل وكذا لم يكن لخصوص مسألة إمكان النبوة بشر مدخل بل كل أمر جهلوه سواء من أصول المعارف أم من فروع الأحكام وهكذا الرجوع إلى أهل الكتاب بل اليهود بالضاد إنما كان لأجل كونهم أهل علم وعارفين بما كان يجهله العرب المشركون وبعده فإذا أعفينا أو حظفنا تلك الملاحظات أو عفا تلك الملابسات غير الدخيلة وأخذنا باللغب الكلام لكان المستخرج المستخلص منه أن هذا هو المعنى العام يمكن تطبيقه على مصاديغ متعددة عبر القرون بالأعصار هذا هو المعنى العام للآية هذا هو باطن الآية هذا هو معنى هذا هو تأويل الآية حسب رأي ستة أي المعرفة ومن يتبعه أو ومن يوافقه على هذا الرأي فإذن يقول فإذا أعفينا وحظفنا تلك الملابسات غير الدخيلة وأخذنا بلب الكلام لكان المستخرج المستخلص منه أن على كل جاهل في أي مسألة من المسائل أن يراجع العلماء في ذلك وهذا هو فحو الآية العام و رسالتها الباقية مع الأباء هذا في الحقيقة هو معنى التأويل المعنى أنه معنى التأويل عند آية الله معرفة ومن يوافقه ومن يوافقه على هذا الرأي طبعا هو يقول هذا التأويل يعني هذا الاستخراج استنباط والاستخلاص من الآية الكريمة ذلك المعنى العام يسمى تأويلان طبعا لهذه العملية ضوابط وشروط ويقول إذا أردنا أن نتجنب من التفسير بالرأي ومن الإنزلاغ إلى تفسير بالرأي أن نتجنب من هذا لابد أن نذكر ضوابط وشروط لهذا التأويل هذا المعنى للتأويل يقول لابد نعم 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 أعرف يعني أقصد معرفة محمد هذه معرفة يقول لابد أن نذكر شراعة ثلاثة الشرط الأول إتقان إتقان طريقة السبر والتقسيم للتمييز بين المقارنات الأصلية وغير الأصلية لابد أن نطال وندرس المقارنات الأصيلة وغير الأصيلة للحصول على نب الكلام وللعثور على نعم على الملاك الذاتي نعم الثاني الشرط الثاني أريد أن أمر بسرعة أدخله في رأي ابن تيمية وأن لا ما طبط الثاني الدقة الكاملة في معرفة ملابسات الكلام ومدى ربطها بأصل الموضوع ربطا جعل بعضها ركائز وأخر زوائد القشور الأمر الذي بحاجة إلى حنكة ودراية فائقة وليس كل من رام شيئا وجده الثالث إن أشرت الثالث وهو بيت القصيد في الحقيقة أن يصبح هذا الفحوى العام المستخراج من طي الآية الكريمة بمثابة كبرى كلية كبرى كلية لما دل عليه ظاهر الكلام ويكون البطن المستخلص كليا منطبقا على ظاهر التنزيل نعم بعبارة أخرى هذا كلام سيد أيت الله معرفة بعبارة أخرى يكون مجموع الذهر والبطن بمنزل استدلال منطقيا رتيب كان الفحوى العام بمثابة كبرى كلية مستندا إليها انتباقا على صغراها التي هي مورد التنزيل يعني هناك وردت آية في مورد خاص نستخلص المعنى العام يعني نحظف الملابسات التي لها ليس لها دخل في معنى الآية نحظف هذه نعف هذه الملابسات ونأخذ لب الكلام وهذا المعنى العام يمكن تطبيقه على موارد متعددة هناك كلام طويل في هذا المجال أظن يتضح المقصود من التأويل عند آية الله محمد هذه معرفة ومن وافقه على هذا الرأي فإذن يمكن أن ألخص المقصود من التأويل المعنى الباطني للآية ما المقصود من المعنى الباطني للآية المعنى العام الذي استنبطنا واستخرجنا واستخلصنا من الآية بحذف الملابسات غير دخيلة أو ملابسات غير أصيلة لا علاقة بالصلب المعنى نستنبط معنى العام يمكن تطبيقه على موارد متعددة مصاديق متعددة عبر العصور والأزمان نعم هذا هو المعنى يمكن أن أذكر يعني بعض هذه ذكرت هذا المعنى ولكن يمكن أن أذكر نماذج أخرى مثلا ولكن أخاف أن لا أن يفوتنا يعني الكلام لسيد طباطبائي وابن تيمية نعم نأتي إلى كلام ابن تيمية نعم هناك رأي آخر كما قلت لكم كلام لابن تيمية حول التأويل تأويل القرآن الكريم كما ذكرت أشرت في طي كلامي أثناء كلامي لابن تيمية كتاب الإكليل في المتشابه والتأويل هو يبدي رأيه هناك يقول يقول ابن تيمية أن موطنه الذين ومستاق ينطبغ عليه المفهوم خارجان وهو تأويله أي ما يقول إليه مفاد التعبير اللفظي والمتصور الذهني لأنهما حكاية عنه هو يقول يذكر مثلا مثالا يقول أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة النبي وخبره ونعته وهذا يقول معرفة الكلام ومعناه وتفسيره وتأويل ذلك هو نفس محمد المقوش يعني ما سمعوا من الأخبار والأنباء عن النبي الأكرم وهذا تفسيره ولكن الوجود الخارج للنبي الأكرم يكون تأويلا مما جاء في كتبهم هكذا مثلا وكذلك الإنسان قد يعرف الحج والمشاعر كالبيت والمساجد ومنا وعرفات والمزدلفة ولكن لا يعرف الأمكن حتى يشاهدها يقول مثلا فيعرف أن الكعبة المشاهدة هي المذكورة في قوله تعالى كلها يقول كلها تأويلات إنما يشاهد الكعبة هذا تأويل لما لديه من مفهوم الكلام دققوا في هذا الكلام يقول فلتأويله معنيان أحد ما تفسير الكلام وبيان معناه كما تعرف عند السلف أنا أشرته سابقا قلت عند القدماء وعند السلف عند المتقدمين المراد من التأويل هو التفسير أنا أشرته سابقا والمعنى والمعنى الثاني للتأويل هو يعتقده وهو ما يلتزم به من تيمير هذا المعنى والمعنى الثاني للتأويل هو نفس المراد بالكلام بالكلام دقيقوا دقيقوا رجاء أنا أذكر لكم كلام يقول هو إن الآيات القرآنية يمكن تقسيمها إلى قسمين يمكن تقسيم الآيات إلى قسمين الإخباريات والإنشائيات الإخباريات والإنشائيات يقول المراد من الإخباريات يعني تأويل الإخباريات تعققوا في الخارج يعني نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبل مثلا هذا الكلام طلعت الشمس هذا كلام طلعت الشمس هذا الكلام ما هو تأويله يقول نفس طلوعها فإذن عند ابن تيمية المقصود من التأويل في الإخباريات تحققوا الشيء في الخارج تحققوا الشيء في الخارج سواء كانت كان هذا التحقق في الماضي أو في المستقبل ولا عجل هذا يقول كلما وعد الله سبحانه وتعالى ما يحدث في القيامة من الجنة والنار والنار كل هذه كلها في الحقيقة تأويلات ولكن لم تتحقق والأخبار الماضين هي تأويلات وقت تحققت فإذن تأويل الإخباريات يعني الخبر تحقق تأويل الإخباريات تحققها أما بالنسبة للإنشائيات أو بالنسبة للإنشاء والطلب يقول مثلا حينما الله سبحانه وتعالى يقول أقيم الصلاة هذه الآية الكريمة ما المقصود من الآية الكريمة أقيم الصلاة ما تأويلها ما تأويلها ابن تيمية يقول إنما الله سبحانه وتعالى يقول صلوا أو يقول أقيم الصلاة إن العابد عند إذا أقام الصلاة كأنه أول هذه الآية يعني العمل القيام القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى يكون تأويلا للآية الكريمة الله سبحانه وتعالى أنا أذكر لكم هذا الكلام مثلا يذكر هو يعني ابن تيمية يذكر هذا الكلام هذا نقل عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان دقيق ورجع في هذا الكلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه والسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه والسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تقول العائشة يتأول القرآن يعني النبي كان يتأول القرآن كيف يتأول القرآن لأن يعني تأول هذه الآية الكريمة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا في ركوعه سبحانك اللهم فإذن فسبح الله سبحانه وتعالى وبحمدك حبيد الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي كان يقول في ركوعه واستغفر الله سبحانه وتعالى فإن فإذا فإذا حسب رأيه ابن تيمية تأويل هذه الآية القيام بالتسبيح والتحميد والاستغفار من قبل العبد إذا قام العبد بالتسبيح والتحميد والاستغفار هو أول وتأول هذه الآية الكريمة فإذن ملخص القول القيام بما أمر الله تعالى أمر الله سبحانه وتعالى عبده به الانتهى مما نهى عنه والاعتمار بما أمره حينما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجسس والعبد يطيع الله سبحانه وتعالى ويجتنب من التجسس لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عن التجسس ونهاه عن الغيبة فإذن هو ترك الغيبة ترك التجسس وهو اعتمر بأوامر الله وانتهى عما نهى الله سبحانه وتعالى هذا يقول حسب ابن تيمية هذا في الحقيقة تأويل للآية لأنه في الخارج في الحقيقة اعتمر بأوامر الله وانتهى من نواه الله سبحانه وتعالى لأنه كان يقول المقصود من المقصود من من التأويل العمور الخارجية الإخبارية تحققها في الخارج وفي الإنشائيات في الحقيقة تحقيقها في الخارج من قبل العبد ذا في الإخباريات تحققها في الخارج وفي الإنشائيات تحقيقها في الخارج من قبل العبد فإذا حينما نحن نصلي نؤتي الزكاة والخمس كذا وكذا كأننا أولنا هذه الآيات التي تعمرنا بإيطاء الزكاة بإقامة الصلاة بدفع الزكاة والخمس والآيات التي تنهانا عن التجسس والغيبة والمعاصي وهكذا هناما ننتهي من هذه النواهي ونأتمر بهذه الأوامر فالحقيقة قمنا بتأويل هذه الآيات هذا قلت التأويل عند سيد طباطبائي وابن تيمية المعنى الحقائق الخارجية ذكرت كلام ابن تيمية للحقائق الخارجية وقد باقي كلام السيد طباطبائي أذكر هذا الرأي ملخصا وبعد ذلك بخدمتكم تقريبا نص ساعة للإجابة على أسئلتكم أسئلت طباطبائي أيضا أسئلت طباطبائي أيضا يقول ويعتقد بأن المرادة من التأويل الأمر الخارجي الحقائق الخارجية ولكن بينهما بون بعيد بون بعيد هذا يختلف المقصود مجمل القول هذا المقصود من الحقائق الخارجية عند ابن تيمية قد شاهدتم ورأيتم ماذا يقصد من الحقائق الخارجية في الإخباريات تحقق الأشياء في الخارج وفي الإنشائيات تحقيقها وإنشاؤها وإيجادها في الخارج من قبل العبد ولكن أسئلت طباطبائي يقول المقصود من التأويل الحقائق الخارجية ولكن ليست المعنى الحقيقة الخارجية مثل ما أراد الله مثل ما أراد ابن تيمية لكي تتعرفوا على رأي السئلت طباطبائي أنا أشير ملخصا إلى رأي السئلت طباطبائي السئلت طباطبائي مبنى بالنسبة الى القرآن الكريم وهذا المبنى مهم جدا يبتني بعض آراء السيد طباطبائي في مجال القرآن الكريم على هذا المبنى على هذا المبنى السيد طباطبائي يعتقد بالاستناد الى آيات كثيرة وعلى أساس منهجه في تفسيره تفسير القرآن بالقرآن هو حصل على هذا يعني وصل الى هذا الرأي أن للقرآن أن للقرآن حقيقتين حقيقة متعالية وحقيقة نازلة يستند إلى الآيات إلى آيات كثيرة منها الآيات الكريمة في سورة في سورة الواقعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هذه الآية الكريمة السيد طباطبائي يستفيد من هذه الآية الكريمة معنا هاما وهو أن للقرآن حقيقة نازلة وحقيقة متعالية كيف يقول دققوا في هذه الآية الكريمة إنه لقرآن كريم يعني هذا القرآن الذي نحن بخدمته وفي متناول لأيدينا ونقرأه ونقرأه دققوا في هذه الآية يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون هذه جملة اسمية يعني هذا القرآن الذي نحن بخدمته الآن ونقرأه هو نفسه في كتاب مكنون يعني الآن موجود الآن موجود وفي كتاب مكنون أو في آية أخرى يقول في أم الكتاب عند الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا القرآن في متناول أيدينا يلمسه يمسه كل من هو طاهر ولكن هذا القرآن نحن بخدمته وفي متناول أيدينا له حقيقة متعالية في كتاب مكنون الآن موجود في كتاب مكنون ولكن كان هناك تنزيل ما المقصود من التنزيل هل مقصود من التنزيل نزول المطر كما يسمى يسمى بالتجافي المطر هنا ما ينزل لا يوجد هذا المطر في السماء نزل هذا النزول بمعنى التجافي لا يوجد هناك في السماء مطر نزل ولكن نزول بالنسبة إلى القرآن الكريم بمعنى تنزل الرتبة والمرتبة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حامين تققوا رجعا في هذه الآية حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تأقلون يعني نزلناه أو في سورة في سورة يوسف على نبينا وعليه وعليه السلام ماذا نقرأ ألف لام رام تلك آيات الكتاب المبين إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأقلون تأقلوا في هذه الآيات هذه الآية في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأقلون عبر بالتنزيل أنزل أفضل أنزلناه إنزال وفي سورة الزخرف في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تأقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه سورة الزخرف دقل في هذه الآية حينما نقارن بين هذه الآيات وتلك الآية موجودة في سورة الواقعة القرآن الكريم في لباس عربيا نزل يعني نزل رتبة يعني تجلى التجلي النزول بنحو التجلي لا بنحو التجافي يعني القرآن موجود لدى الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب في كتاب المكنون في لون محفوظ على موجود عند الله سبحانه وتعالى ولكن نزله يعني نزل هذا الكلام القرآن نزله نزله رتبة لعلكم تعقلوا للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر كيف يسر نزله بالتنزيل يسره وسهله لنا للفهم والتعقل فإذن للقرآن وتلك الحقيقة إن دى الله في أم الكتاب لدى الله سبحانه وتعالى تلك حقيقة متعالية وهذا القرآن لدينا تجلي لتلك حقيقة متعالية نازل نازل لهذه الآيات لهذا القرآن الكريم هذا ملخص كلام ستة وطبي في هذا المجال يحتاج للتفصيل ولكن الوقت قد انتهى لإلقاء محاضرتي ولكن الآن الآن مجال هذا المجال لكم إذا كان هناك السؤال أو إبهام قطعا هناك إبهامات كثيرة إبهامات كثيرة أنا أستمع إلى كلامكم لو كان هناك يحتاج إلى التفصيل إلى الإجابة على أسئلتكم نحب خدمتكم هذا ملخص ما أردت أن أقول لكم كما أشرت يعني مرة أخرى نلقي نظرة سريعة إلى هذه معاني للتأويل كما قلت يمكن أن نذكر لتأويل القرآن الكريم أربعة معاني المعنى الأول ما يرادف التفسير هذا كان عند الخدماء والمتقدمين مثل الطبري كما أشرت المعنى الثاني المعنى الثاني المعنى المخالف لظاهر الآية قلت هذا هذا المعنى للأصوليين والمتكلمين من المعتزلة والشيعة المعنى الثالث المعنى الباطني للآية هذا هو المقصود من التأويل وقلت هذا المعنى يقول به المفسرون ذكرته كنموذج قاية الله محمد هذه معرفة وإذن هنا هذا المعنى يقول به العرفاء وإيضا الإسماعيلية الباطنية هؤلاء يقولون المراد من التأويل المعنى الباطن قلت بينهما اختلاف ما المخصود من المعنى الباطن نعم ركزته على كلام آية الله معرفة في هذا المجال هذا المعنى الثالث المعنى الباطن للآية المعنى الأخير المعنى الأخير للتأويل لإبن تيمية للسيد طباطبائي وأيضا وأيضا بينهما بون بعيد إبن تيمية يقول المراد من التأويل على حقائق الخارجية الظاهر على الظاهر في الظاهر هناك تشابه بين كلام سيد طباطبائي وآية الله هذا القرآن الكريم نزل من تلك الحقيقة المتعالية وتأويل هذه الآيات وهذا القرآن الكريم تلك الحقيقة المتعالية نعم هذا ملخص القول في في الحقيقة دراسة أو أرض لآراء العلماء في مجال في معنى تأويل تأويل القرآن الكريم تفضلوا عندنا تقريبا تقريبا عشر تقريبا عندنا عشرون دقيقة مداخلة آآ نعم تفضلوا ما هو رأي الإمام الخميني آآ طبعا هناك يعني آراء بالنسبة يعني ابن ابن عربي محيدين ابن عربي مختلف آآ الإمام الخميني آآ يوافقه في بعض ويخالفه في بعض آخر آآ نعم شكرا شكرا دكتور آآ أولام رضا لابن محاضرة الشيقة إلاك طالب أو حتى تدريسي عنده فسؤال يتفضل يسأل الدكتور نعم آآ آآ عفا آآ سمحت الدكتور كيان آآ هل يحتاج إلى أنا لم أعرف نفسي آآ هل تعرفوا علي آآ الأستاذ المصاعد آآ في علوم القرآن والحديث في كلية الإلهيات بجامعة فردوسي مشهد آآ آآ نعم هذا بالنسبة إلى آآ تخصصي أنا تخصصي في الاستشراق وفي المناهج التفسيرية آآ وأيضا حول التفاصير من أهل السنة أيضا يعني هناك آآ مد في الدكتورة أنا أدرس آآ طبعا عندي مقالات متعددة آآ المؤتمرات الدولية آآ شاركت كثير من المؤتمرات في أمريكا في إنجلترا في ألمانيا آآ في الهن وكشمير وإيضا في آآ أدرس في هذا القسم وفي نفس الوقت أنا أعميد كلية الإلهيات حوالي ثماني سنوات تقريبا أنا أعميد كلية الإلهيات بجامعة فردوسي مشهد هذا ملخص آآ كما نحاول لنفس شرفنا بك دكتور شرفنا بك وأيضا أنا حقيقة مسرور ب هذا يعني بمنحي لهذه المحاضرة وأتمنى أن تكون هناك التواصل بيننا وبين جامعة بصرة العريقة والحمد لله حينما أنا يعني تقلت هذا الأمر وأصدر حكما لك عميد الكلية قمت بإن شاء العلاقات مع الجامعات المتعددة خارج البلد فإذا ومن ضمنها الجامعات في العراق عندنا الآن كثير من الطلاب العراقيين يدرسون عندنا ويبلغ عددهم حوالي ثلاثمائة طالب وطالبة يدرسون علوم القرآن والحديث وبعض الأحيان في فروء أخرى في الفلسفة أو في الفقه وكذا إن شاء الله نكون بخدمتكم ونكون باتصال معا حتى في الحقيقة يعني تكون هناك تبادل التجربات والمعلومات فيما بين الجامعات وبين جامعتنا وجامعة البصرة ونحن بخدمة بخدمة الطلاب الكرام لمواصلتهم ودراسهم العليا في جامعتنا وفي كليتنا أخوان أخوان العدة سؤال للجليز للدكتور يفضل أنه يفتح المايك ويسجل الدكتور ما جاي لاحظ رسائلكم على نعم إذا كان هناك شفاهيا يكونوا أحسن نعم أفضل نعم تفضلوا تفضلوا شيخ ما معنى الآية اللي تقول وما يعلموا التأويله أو تفتيروا الراسخون في العلم هاي اللي تخص التسير حول القرآن الكريم من من الطلع على هاي الآية الكريمة أشوف أنه بيها معاني هاي يعني شنو المقصول الراسخون في العلم من هم هذول الراسخون في العلم يقصد منو بيهم نعم طبعا هناك روايات تبين لنا وتقول لأننا ما المقصود من الراسخون في العلم الراسخون في العلم هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في سورة الواقعة الآن أشرت إلى الآية الكريمة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون المطهرون وردت في سورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثين إنما يريد الله ليضهب عنكم الرسة إلى البيت ويطاهركم تطهيرا هم المطهرون طبعا هم لا يمسوا إلا المطهرون يعني لا يمسوا تلك الحقيقة المتعالية أو المعاني الباطن للآيات أو تأويل للآيات إلا المطهرون طبعا هم الكملون في هذا المجال لديهم المام بجميع جبان بالآيات بما أن الطهار طهارتهم طهارة كاملة طبعا هم مطلعون على المعاني الباطنية بكاملها ولكن كل من لديه هذه الطهارة نفسية بمقدار بمقدار ما يمتلكه من الطهارة يمكن أن يدرك تلك المعاني الباطنية للآيات ولكن الإدراك الكامل للمعاني الباطنية للآيات طبعا يختص بأهل البيت عليه السلام كما وردت هناك روايات عديدة في هذا المجال ولكن ليس هذا معنى أنه محصور فيهم ولا يفهمه الآخرون لا كل من لديه من الطهارة النفسية يستطيع أن يحصل على بقدر ما لديه من الطهارة يحصل على مراتبة مرتبة من مراتبة تلك المعاني الباطنية شكرا شكرا شيخ بسوال عاليا جاي نشوف كمية كثيرة من الشيوخ أو العلماء اللي يفسرون القرآن أدى التفاسير حتى بالآيات يختلفون بالمعنى الآية كتبهم المجلدات اللي نزلوها حاليا المجتمع لذلك أنا أريد أعرف كيف نحكم هاي الآيات اللي خلاف اللي موجود بيها بالتفسير كيف نحكم اللي يفسرها أو الاختلاف الموجود بالتفسير هسا أنا أجي أريد أفسر آية قرآنية أختلف بيها مع الشيخ ثاني أنه أنا أيد هاي الفكرة هو أي فكرة ثاني أي التأويل وأنا أي التأويل فيهنا المشكلة جاي نشوف كمية كثيرة من التفاسير اللي موجودة حاليا من بعض الشيوخ اللي يطلعون بالإعلام أو القنوات البث تعرف أخي أن طبعا كلامنا حول القرآن الكريم هذا نص من النصوص كلام من الكلم والكلمات ولكن هذا الميزة خاصة بالقرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى كما أن الناس كما أن العلماء يختلفون في فهم نص من النصوص البشرية طبعا هم مختلفون هذا الاختلاف طبعا يرجع إلى أوامل متعددة إلى امتلاكهم للمعلومات هل معلوماتهم كاملة صحيحة أو لا بعضهم هناك عوامل نفسية أو نفسانية بعضهم تحت يعني متأثرون بالأهواء وبعضهم متأثرون بالتعصفات بالتعصفات ال 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 الكلامية والأقدية فإذا كل هذه الأمور تؤثر في الفهم حتى أنا أذكر لكم مثالا مثلا هناك في الشارع نواجه حادثة من الحوادث ترى أن هناك عدة الأشخاص كانوا ينظرون إلى هذه الحادثة حينما يريدون أن يحكوا تلك الحادثة للآخرين ويقص عليهم نجد هم مختلفون مع أن ما حدث في الخارج واقع حقيقية خارجية وكذا ولكن المشاهدون الذين كانوا قد حضروا هذه الحادثة والواقعة عندما يريدون أن يحكوا هذه الواقعة هم مختلفون بعض لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى فهمهم إلى دقتهم إلى عوام المتعددة إذا كان هناك كلام حول النص مثل نص القرآن الكريم طبعا أهوى تختلف المقدرات وامتلاكات العلمية تختلف كل هذه تؤثر في الفهم أيضا هناك لأن هذا الكلام وهذا النص مر بمراحل متعددة نزل هذا النص قبل أكثر من ألف سنة مر بمراحل وكان هنا ما نزلت نزلت الآيات كانت تنزل الآيات تنزل مع ملابسات ولكن عصر النزول فإذن لا نستطيع يعني ليس من العادي أو من المعقول أن يتحد الولماء في فهم النص القرآني قلت هناك عوام متعددة تؤثر في فهمنا عن النص القرآني نعم يعني تأثيرا ملحوظا نعم عندنا تقريبا عشر وعليكم والسلام السيدة زهرة حسن فرمن المحاوي تفضلي شيخنا كل ما مهدود في هذا العالم من الشر أحلى ننسبة للشيطان وحتى قبل البشرية لما أغوى الشيطان آدم وقالله يخطي ربه فمهمة الشيطان هي أغوى الناس جد آية من القرآن الكريم فبعزتك لأغوينهم أجمعين الزين الشيطان نفسه لما نعفى ربه من الذي أغوى الشيطان عفا يعني في الحقيقة صوتك غير فاضح يمكن مرة أخرى يعني بهدوء تكلمي رجاء يعني ما أخذت الفكرة يعني أنه اللي أقصد كل ما موجود في هذا العالم من شر نحن ننسبه للشيطان لأنه هو سبب كل الشر اللي يحدث للإنسان واللي يثوي الإنسان فحتى هو كان سبب نزول آدم من الجنة وهو سبب أغوى آدم وخلاه يصي ربه زيل الشيطان نفسه إبليس نفسه من هو النبي وسوس له وخلاه يحصي ربه بعد السجود لآدم طبعا خلق الشيطان من حكمة الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى ليبتلي الإنسان على كرة الأرض لكي يبتليه طبعا جعل أمامهم طريقين طريق الخير وطريق الشر لكي يمتحنهم ويبتليهم طبعا الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الفرصة للإنسان أن يختار أحد الطريقين إنها ديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا طبعا الله سبحانه وتعالى جعل شيطانا شيطانا والإنسان آدم آدم أو ملائكة وأيضا الله سبحانه وتعالى لم يجبر الشيطان على القيام بالشر كما أن إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ولم يجبر الإنسان يجبر الإنسان على الشر على الخير أو الشر فإذن أمامهم خيار طبعا الشيطان اختار ذلك الطريق كما أن الشيطان هي ما نقول الشياطين من الجن والإنس يعني الناس أيضا من مصادق الشيطان يعني ليس هناك إجبار ولكن الأرضية في الشيطان يكونوا أكثر من الأرضية للآخرين لقبول هذا الطريق طريق الشر نعم بخدمتكم أستاذ العزيز السلام عليكم تفضل عليكم الأخ جبران عبد الرزاق عبد الحسن حاتم نعم أستاذ عندما يكتب شخص نص قابل للتأويل فيه قصد شيء ما يعني شنو مقصد من وراء أنه هلله أوجد آيات قابل للتأويل نعم طبعا هذا الكلام يرجع إلى أن أن لله سبحانه وتعالى آآ معانا ومعارف يريد أن يلقي إلى الناس آآ وطبعا يخاطب الناس بكلام والكلام ألفاظ في الحقيقة ألفاظ موجودة آآ لكي يعني يتحق آآ العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وين الناس لابد أن تكون من طريق الكلام من طريق الألفاظ وهذه الألفاظ محددة ومعينة ولكن تلك المعارف كثيرة متعالية فإذن قسم من هذه المعارف في الحقيقة ألقى الله سبحانه وتعالى عن طريق الألفاظ الظاهرية ظاهر الألفاظ وبعضها باطل الألفاظ لأن الألفاظ لا تتسع جميع تلك المعاني الباطنية ولأجل هذا جعل تلك المعاني معاني باطنية للآيات سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تتساءلون عن النبي عن النبي العظيم أي تساءلون عن أشخاص معينين أو عن أمر معين جاء في الآية بالمعنى الظاهر أو بالمعنى الضاطر هذا طبعا هناك التساؤل فيما بينهم عن الآخرة عن القيامة ولكن هذا على المعنى الظاهر للآية ولكن هناك رواية وردت بأن مضمونها أنهم يتساءلون عن أمير المؤمنين وملاه سلام الله يمكن أن نقول هذا عن المعنى الباطني لله تمام شكرا عفو نعم نحن على نعم تفضل الأخ حسن السلام عليكم شيخنا العزيز وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله كطلاب أكاديميين بسطاء نصحنا بمطالعة مؤلفات الشيخ آية الله معرفة لو لا لأنها عميقة وشكرا عفوا ما ما فهمت قصتك يعني لم أفهم ماذا هو سؤالك عفوا ممكن أن تكرر الرجاء عفوا نعم نعم خاجم كطلاب أكاديميين يعني بسطة يعني ما داخلين أي حوزة تنصحنا بمطالعة مؤلفات سماحة آية الله المعرفة أم لا لأن بيعتبرها مؤلفات عميقة لا 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 يمكن يمكن بسطاعتكم من تفهموه تطلوا عليها نعم يمكن بسطاعتكم تمام شكرا نعم وفر عفوا سيخنا قبل لاي في الوقت السؤال بسيط هو نعم نعم الكتب الموجودة حول تفسير القرآن نحن من عجل ننظر منهم الميزان سيدة محمد حسين طباطبائي نعم لجاء المجلدات اللي عنده أنت شنو رأيك بالاطلاع عليها تفاتير اللي موجودة غير تفسير الميزان اللي هو المؤرجح عندنا حاليا عند المثبت جعفرية والشيعي نعم أنا أكترح عليكم آ شيخنا ما هو صوت إذا جئت تفسير الأمثل الأمثل هذا في تقريبا في 27 مجلدا ولكن لخصوه في خمس مجلدات وأيضا أكترح عليكم لمن شيخ لمن هذا الأمثل قلت لك قلت لكم قيت الله مكارم شيرازي ناصر مكارم شيرازي نعم نعم وأيضا أكترح عليكم تفسيرا من أهل السنة لابن عاشور ابن عاشور التحرير والتنوير هذا إذن مفيد لكم إن شاء الله شكرا شيخ عفوا موافقين إن شاء الله الوقت قد انتهى والأمر بيد الدكتور كيان بخدمتكم حسام 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 بالواق حسام 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 الزك بخدمتكم موافقين أشكركم على هذه الجهود التي بدلتموها لأن نجري هذه البرنامج ونلقي هذه المعاضرة وأسأل الله أن يوافقنا لأن نواصل هذه العلاقات بين الجامعتين التوفيق إن شاء الله دكتور موافقين أسألكم الدعاء جميعا موافقين أستودعكم الله إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بك أهلا وسلم خياركم الله مع السلام ومرحب مع السلام شكرا للمشاهدة